نادي السائقاري الكونكفو يقوم بتوصيل إعانات لعائلة زمولي القاتلة بمنطقة لعويجة بلدية أولاد رشاش والمتمثلة في مواد غذائية وألبسة وأفرشة وبطانيات عائلة زمولي التي تعاني من ظروف مزرعة منها عدم توصيل الساكن بالكهرباء وغياب النقي العمومي ونشكر الجمعية اللي جاتنا اليوم ونطلب من السلطات يعاونونا يشتقمونا يديرونا الدار ويديرونا النقل اللي مولادي يقرعوا هنا الطفلة هاي ما تقراش والطفل مدرع ليها 6 سنين 5 سنين هو عند أخواله يقرع ما نشوفوش من اللعب اللعب باش نشوفو والطفلة هاي فاتتها القرايا من هم موش تقرع في التحذير ما كانت تقراش دراري كل دخلوا يقرع هو ما كانت تقراش نكري ما عندش باش نكري لها نوصلها في النقل ما كاش النقل بعيدا لا فهمين ما كاش قلت لك والبرد نهاردة يرجع الشتاء وترجع الريح كني عايشها بره نطلب من الوالي ولن رئيس الجمهورية يعاونوني يديروا لي تريسيتيك يديروا لي البيت يلبسوني عاونوني في الدار ما نطلب والو وبلغ عن السكن الريفي اللي راني نسكن فيه وراني نعاني من عدم توصيلي بالكهرباء الريفية وأن البيت اللي راني سكن فيه غير مجهز نطلب من السلطات النظر بعين الاعتبار إلى المعاينات اللي راني نعاني منها من الكهرباء غير موجودة من النقل غير موجود من عدة مصالح من النقل وما شبه ذلك من ناحية الأمراض عندي بنتي مريضة أنا موجودة حتى باش نعطيها بقيت فيه أمور غير يشوفوننا برك يجووا يشوفوننا الدار يشوفوننا الأولاد يشوفوننا الحالة اللي راني نعيشوا فيها ها ونصلي هو اللي يفرج إن شاء الله يومنا دي السعقة اللي كونغ فو خنشلا قمنا بزيارة لعائل تزمولي عزدين بلدية القرف ولا الدرشاش رغم حالة مزرية معاناة كبيرة إن شاء الله نتمنى من المسؤولين ومن الجمعيات أنهم يزوروا هذه العائلة لأن العائلة التعم يعلم بهم أربي سبحانه الكهرباء غير موجودة النقل غير موجود يعني عنده أطفال حتى باش يتنقلوا للدراسة ما كانش النقل باش يتنقلوا نحن نتمنى إن شاء الله من المسؤولين أنهم يزوروا هذه العائلة ورغم مراسلة عائلة زمولي لجميع السلطات والهيئات ذات الإختصاص إلا أنه لم يتغير شيء ليوم الناس هذا ترجمة نانسي قنقر